اشتركوا في القناة ويحدث فيها انتقال للإلكترونات من الفلز أو الآيون الموجب لأنه طبعا فقد إلكترونات إلى اللافلز أو الآيون السالب لأنه اكتسب إلكترونات ده ببساطة اللي أخدناه في الرابطة الآيونية وعندي هنا كلمة مميزة وهي كلمة انتقال للإلكترونات أما في الرابطة التساهمية فأيضا صفة الرابطة من اسمها تساهمية يعني بيحصل مساهمة لكل ذرة بعدد معين من الإلكترونات لتكوين هذه الرابطة غالبا ما بتكون دايما ما بين عنصرين أو أكثر من اللافلزات زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي تعالوا مع بعضنا دلوقتي ناخد الأمثلة علشان نعرف مع بعض تصورنا عن الرابطة التساهمية هنناقش دلوقتي مع بعض كيفية تكوين جزء الكولور جزء يعني بيتكون من ذرتين من الكولور التوزيع الإلكتروني للكولور زي ما احنا عارفين 17 يعني عدد البروتونات 17 ومساوي لعدد الإلكترونات 28 7 المدار الأخير للكولور في 7 إلكترونات محتاج إلكترون واحد يعمل ايه وايضا الضرقة الأخرى من الكولور توزيعها الإلكتروني مثل الضرقة الأولى 28 7 يعني المدار الأخير به سبع إلكترونات أيضا تحتاج إلى إلكترون واحد فإيه اللي بيحصل هنا فبيحصل مساهمة ما بين الإلكترون اللي في مستوى الطاقة الأخير مع المساهمة أيضا الإلكترون اللي في مستوى الطاقة الأخير وبيتم تكوين عندي رابطة تساهمية بمساهمة إلكترون من كل ذرة كالتالي بهذا الشكل طبعا أنا هنا قلت المدار الأخير فقط تيسيرا وتسهيلا لأن كثرة المدارات ممكن نشعر فيها بالتشتت يبقى أصبح عندي المدار الأخير مكتمل بالإلكترونات شوفوا كده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 السبعة وتمانية دول هما الإلكترونات اللي تم مساهمة كل ذرة بإلكترون منها وبتتكون عندي رابطة أحدية بين جزء الكولور زي ما احنا شايفين لأحدية لأن كل ذرة كولور ساهمت بإلكترون واحد فقط وبينتج لي عندي جزء الكولور CL2 تعالوا دلوقتي ننتقل لمثال آخر ورابطة تساهمية أخرى عندي مثلا الأكسوجين الأكسوجين أيضا من الغازات التوزيع الإلكتروني للأكسوجين تمانية يعني بيحتوي مستوى الطاقة الأخير على 6 إلكترونات لأن توزيعه كالتالي 2 في مستوى الطاقة الأول و 6 في مستوى الطاقة الثاني 6 يبقى محتاج يكتسب عليهم إلكترونين ونفس الأمر مع ضرة الأكسوجين الأخرى المستوى الأخير لها يحتوي على 6 إلكترونات تحتاج إلى إلكترونين فبتم مساهمة من هذه ضرة الأكسوجين بإلكترونين وتتساهم مع ضرة الأكسوجين الأخرى تعطي إلكترونين بحيث يكتمل مستوى الطاقة الأخير لكل منهم إلى ثمانية زي ما هنشوف دلوقتي إيه اللي حصل عندي؟ دلوقتي كل ضرة أكسوجين ساهمت بإلكترونين اللي في مستوى الطاقة الأخير بتاعها علشان تصل كل ضرة إلى ثمانية وتصل إلى حالة الاستقرار ويتكون دلوقتي عندي جزء الأكسوجين به رابطة تساهمية ثنائية ليه ثنائية؟ لأن كل ضرة كولور ساهمت بإثنين إلكترون ويتكون لي جزء الأكسوجين أوتو زي ما أخذنا في المثال السابق الرابطة الأحادية في تكوين جزء الكولور ودلوقتي كمان أخذنا الرابطة التساهمية الثنائية في تكوين جزء الأكسوجين تعالوا نكمل ونتعرف على رابطة تساهمية ثلاثية زي ضرة النيتروجين واتحدها مع ضرة نيتروجين أخرى النيتروجين أيضا من اللافل الزات طيب توزيع الإلكتروني للنيتروجين كام؟ سبعة يعني في مستوى الطاقة الأول اتنين ومستوى الطاقة الثاني خمسة وأيضا ضرة النيتروجين الأخرى نفس التوزيع الإلكتروني طيب في مستوى الطاقة الأخير خمسة تحتاج إلى ثلاث إلكترونات ليصل مستوى الطاقة الأخير إلى ثمانية وتصل الزرة إلى حالة الاستقرار وهذا اللي بيحدث بالفعل كل ضرة نيتروجين تساهم بثلاث إلكترونات اللي موجودة في مدارها الأخير المثال ده اوضح شوية لان انا ميزت هنا ظرة النيتروجين الاولى باللون الازرق وظرة النيتروجين التانية باللون الاحمر وبيحصل هنا عندي بقى ان كل ظرة بنقول ان هي بتساهم بثلاث الكترونات في مستوى الطاقة الاخير وبيتكون جزء من النيتروجين جزء مستقر طبعا ونوع الرابطة فيه رابطة ثلاثية لان كل ظرة بتساهم بثلاث الكترونات تعالوا بقى كده نشوف مستوى الطاقة الاخير بقى فيه كم الكترون 1 2 3 4 5 6 7 8 ده ظرة النيتروجين الاولى طب ظرة النيتروجين التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 كده كل ظرة وصلت الى حالة الاستقرار بتكوين جزء من النيتروجين ونوع الرابطة فيه تساهمية ثلاثية معظم الامثال اللي احنا نقشناها دلوقتي عبارة عن تكوين جزء من نفس العنصر طب تعالوا كده نشوف يا جماعة نوع تاني من الرابطة التساهمية بس ما بين ايون موجب وايون سالب زي مثلا تكوين الرابطة فيه مركب الهايدروكلوريك او حمض الـ HCL عند الهايدروجين هنا ايون موجب وعند الكولور هنا يا جماعة ايون سالب ظرة الهايدروجين ما عندهاش الا الكترون واحد في مستوى الطاقة الاخير ومستوى الطاقة الاخير الوحيد ليها هو المستوى الاول وهو بيتشبع باثنين من الالكترونات وهو عنده واحد فقط اما ظرة الكولور فهي طبعا تركبها او توزعها الالكتروني 2 8 7 يبقى محتاجة الكترون في مستوى الطاقة الاخير فإيه اللي هيحصل دلوقتي بيحصل تساهم ما بين ذرة الهايدروجين إن هي طبعا محتاجة من هنا إلكترون وأيضا الكولور محتاج من هنا إلكترون فبتتكون رابطة تساهمية بهذا الشكل إن بتساهم ذرة الهايدروجين بإلكترونها في مدار الكولور ويساهم ذرة الكلور بإلكترونها الأخير في مدار الهايدروجين وبتتكون رابطة تساهمية من جزء كولوريد الهايدروجين أو الـ HCL تعالوا كده بقى نشوف مستوى الطاقة الأخير فيه كام الهايدروجين عندها مستوى واحد يتشبع بإلكترونين فإلكترون من عندها وكلور يساهم بإلكترون من عنده بهذا الشكل واحد اتنين أما الكولور ففي مستوى الطاقة الأخير مفوض يكون عنده سبع إلكترونات ليه وذرة الهايدروجين بتساهم بإلكترونها في اكتمال مستوى الكولور الأخير يصبح تمانية نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبكده بتوصل عندي الجزيئات لحالة الاستقرار بتكوين أنواع الروابط المختلفة زي ما درسنا سواء الرابطة الآيونية أو الرابطة التساهمية دلوقتي بقى معدنا أن احنا نعرف مع بعض خصائص المركبات التساهمية أتذكر مع بعض وبترك ليكم إن شاء الله رابط الحلقة السابقة علشان أقارن بين خصائص هذه المركبات ومركبات الآيونية اللي درسناها في الحلقة السابقة الخصية الأولى بتتكون من جزيئات وليس آيونات أما الخصية التانية قوة تجازب بين الجزيئات ضعيفة وبناء على هذه الخصية يمكن بتترتب عليها باقي الخواص الأخرى زي بالضبط ما أخذنا في المركبات الآيونية هذه كانت عكسها تماماً كانت قوة تجازب هنا قوية للغاية لأنها بتنشأ بين آيون موجب وآيون سالب أما هنا قوة تجازب بين جزيئاتها بتكون ضعيفة الخصية اللي بعد كده لا تذوب في الماء ما عدا المركبات القطبية يعني إيه مركبات قطبية؟ يعني بتتكون من قطب موجب وقطب سالب زي ما أخذنا كده في حمض الهايدروكلوريك أو كلوريد الهايدروجين HCL الـ H كان موجب والكلور كان سالب هذه المركبات القطبية تذوب في الماء أما معظم المركبات التساهمية فإنها لا تذوب في الماء وتذوب في مذيبات أخرى الخاصية الرابعة مصهيرها ومحلي لها لا توصل الطيار الكهربي ما عدا القطبية منها أيضا السكر يا جماعة هل هو محلول السكر يقدر يوصل الطيار الكهربي؟ لا العكس ده محلول الملح وإحنا قلنا الملح من المركبات الآيونية يبقى فعلا مصهير ومحلي لهذه المركبات التساهمية لا يقوم بالتوصيل الكهربي ما عدا القطبية منها وفهمنا يعني إيه قطبية؟ يعني اللي بتتكون من أقطاب موجبة وأقطاب سالبة الخاصية الأخيرة تختلف خواص المركب عن صفات الظرات المكونة له ودي غالبا ما بتكون خاصية مشتركة في تكوين أي مركب دايما صفات المركب بتختلف عن صفات الظرات المكونة لهذا المركب بعد ما تعرفنا مع بعض على خصائص المركبات التساهمية يلا بينا نشوف بعض التطبيقات الخاصة بحلقة النهاردة درجة انصهار السكر أقل من درجة انصهار الملح طبيعي تعالوا بس في البداية نتخيل معانا السؤال هل أنا يا جماعة لو جبت ملعقة من السكر وكمت باحترقها وتسخنها على النار ومع علاقة أخرى من الملح مين فيهم اللي هينصهر أولا طبعا السكر بدون أي تفكير هيحترق السكر مباشرة وبيعطيني المادة البنية اللي احنا طبعا عارفينها وتعرفنا عليها في المختبرات أما الملح فطبعا بيأخذ وقت طويل جدا لكي نحصل على انصهار الملح ودرجات حرارة عالية بعد ما فهمت السؤال وتصورته ايه للإجابة هتكون طبعا بسبب ان السكر مركب تساهمي فقوة تجازب بين جزيئاته ضعيفة بعكس الملح مركب أيوني فقوة تجازب بين جزيئاته قوية وبكده درجة انصهار السكر فعلا بتكون أقل من درجة انصهار الملح السؤال التالي كيف يحصل جسم الإنسان على الطاقة طي ممكن هنا حد يقول لي ايه دخل السؤال دوت بيدرسنا النهاردة لأن معظم الأغذية اللي بيتناولها الإنسان بروتينات أو دهون عبارة في الأصل عن مركبات تساهمية فإزاي الجسم بيحصل على طاقته من هذه المركبات طبعا عن طريق عملية كسر الروابط اللي موجودة في هذه المواد الغذائية فعند احتراق جرام واحد من البروتين ومعنى كلمة احتراق هنا ايه إن الإنزيمات المسؤولة عن عملية الهضم تستطيع كسر الروابط وتحرير الطاقة منها فعند احتراق جرام واحد من البروتين بنحصل على أربعة سعر حراري وعند احتراق جرام واحد من الدهون بنحصل على تسع سعرات حرارية السؤال الأخير مصهير ومحليل المركبات التساهمية لا توصل الطيار الكهربي فهمنا السؤال ده لما تعرضنا للشرح فيه من دقائق قليلة وهتكون إيجابتي ايه لأن مصهير ومحليل المركبات التساهمية تتكون من جزيئات وليس أيونات طبعا وكسر الجزيئات أسهل بكثير من كسر الأيونات بكده نكون أنهينا مع بعض جولتنا في الروابط الكيميائية المختلفة الأيونية منها والتساهمية ننتظركم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة